مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب العهد القديم ينظر البعض إلى العهد القديم على أنه كتاب صعب وهو فعلا فيه أجزاء صعبة يعني مش بنغير الحقيقة العهد الأديم فيه أجزاء صعبة والبعض الآخر ينظر إليه على أنه كتاب متعلق بالأمة اليهودية وإحنا كمسيحيين يعني تركزنا أكتر خليه على العهد الجديد والبعض الآخر بيقول أن العهد القديم مليان حروب ومليان أنساب وأسماء وتواريخ ملوك ويعني أشياء بيشعر أنه طب وبعدين أنا إيه علاقتي بالعهد القديم وأنا بقرأ كويس؟ عشان كده حلقة اليوم هي بعنوان ما هي علاقة المسيحي بالعهد القديم أنا وحضراتكم كمسيحيين كويس؟ إيه هي علاقتنا بالعهد القديم؟ أليس من الأفضل أن نحن نقرأ العهد الجديد ونترك العهد القديم لمن يفهمه لشعب اليهود؟ أليس من الأفضل أن نحن نركز أكتر على حياة الرب يسوع وتعليم العهد الجديد دون أن نعطي اعتبارا للعهد القديم؟ يعني إيه مشكلة إن إحنا يكون كتابنا المؤدس؟ هذا العهد الجديد ليه يكون الحجم كبير له؟ يعني العهد القديم يعتبر تلتين الكتاب المؤدس أو أكتر من تلتين كتاب المؤدس كويس؟ أليس من الأفضل أن نحن نكتفي بس بالعهد الجديد دون أن نهتم بدراسة وإراية العهد القديم؟ فما هي علاقتنا كمسيحيين بالعهد القديم؟ سؤال في غاية الأهمية بدأت أجاوب على هذا السؤال في الحلقة اللي فاتت عشان كده اللي ما تفرجش على الحلقة اللي فاتت مهم أو أنه يرجع لها مهم أو أنه يرجع للحلقة الإسبوع الماضي لأنها فيها اتكلمت عن شهادة الرب يسوع نفسه عن العهد القديم وكيف كان العهد القديم هو الكتاب المقدس لشخص الرب يسوع المسيح لكن خليني النهاردة أكلم شوية عننا إحنا كمسيح العهد القديم الجديد سوري هل العهد القديم هو كلمة الله؟ ده سؤال لابد أن يكون عندنا إجابة واضحة عليه هل العهد القديم بكل محتوى التسعة وتلاتين سفر اللي بيشملهم العهد القديم هو كلمة الله؟ ولما كلم عن كلمة الله بمعنى أنه مكتوب تحت سلطان وسيادة وقيادة الروح القدس وأن كل ما كتب هو ما أراد الروح القدس لنا أن يكتب فهل العهد القديم هو كلمة الله؟ كويس؟ ده سؤال لازم كمشاهد كمؤمن يكون عندك إجابة واضحة على هذا السؤال كويس؟ والإجابة تكون مبنية على كلمة الله مش على استحسانك الشخصي في إيماننا المسيحي نحن لا نسير بحسب استحسانتنا البشرية في إيماننا المسيحي نحن ملتزمون ملتزمون بما تعلن كلمة الله عن الحقائق الإيمانية الأساسية ووحدة من هذه الحقائق هي كلمة الله كيف ننظر إلى كلمة الله؟ الوحي وعسمة الكتاب المقدس كويس؟ زي ما كلمت أنه هناك ثلاث شهادات مهمين جداً وإحنا بندرس علاقة المؤمن المسيحي بالعهد القديم وهي شهادة العهد القديم عن نفسه كلمنا عنها الإسبوع الماضي زي أنه العهد القديم بيشهد عن أنه كلمة الله وإنه مكتوب بأمر من الرب وإنه الكلمة المكتوبة مكتوبة لكي ما تكون شاهدة ولكي ما تكون مبرهنة على معاملات الله وعلى قصة فداء الله من البداية للإنسان كويس؟ وبعدين شهادة رب يسوع نفسه كيف نظر الرب يسوع إلى العهد القديم؟ هل الرب يسوع لم يعطي اعتباراً للعهد القديم؟ هل الرب يسوع كان في نقاشاته وحواراته لا يرجع للعهد القديم كسلطان مطلق؟ كلمة الله المكتوبة؟ اكتشفنا أنه لا العهد القديم كان هو الكتاب المقدس للرب يسوع في كل حواراته في كل تعاليمه كان يرجع إلى كلمة الله حتى في التجربة على الجبل عندما جربه إبليس ثلاث مرات في كل مرة كان الرب يسوع يرجع إلى المكتوب فشهادة الرب يسوع مهمة جداً حتى بعد قيامته لما ظهر لي تلمزي عمواس وقالوا له أنه هم مكتئبين وحيارة علشان إلا حصل فالرب يسوع بدأ يقول الكتاب فابتدأ من نموس موسى والأنبياء يفسر لهم يعني رجع للعهد القديم عشان يفسر لهم أنه كان ينبغي أن يتألم ويموت ويقوم من بين الأموات كمان شهادة الرسل كيف شهد العهد الجديد للعهد القديم كويس؟ شهادة رسل المسيح عندي نصين في غاية الأهمية النص الأولاني موجود في تيموساوس الثانية أصحح ثلاثة وعدد ستاشر وسبعتاشر والنص الثاني هنشوفه موجود في بوتروس الثانية أصحح واحد لكن النصين دول بيكلموا لينا عن كيف ينبغي أن ننظر إلى المكتوب والمكتوب هنا عندما تكلم بوليس عن المكتوب وعندما تكلم أيضا بوتروس عن المكتوب كانت الإشارة الواضحة إلى المكتوب العهد القديم لما يقول كل الكتاب هو موحى به من الله شفنا في حلقات قبل كده كلمة موحى به من الله تعني أنفاس الله أنفاس الله كتاب المؤدس هو أنفاس الله ولأجل هذا فالكتاب المقدس المكتوب الموحى به من الله نافع للتعليم ونافع للتوبيخ وللتقويم وللتأديم الذي في البر ليه؟ لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح يعني بيقضني إلى أن أنا أكون بحسب فكرة الله أني أكون كاملا في حياتي وفي تصرفاتي وفي سلوكياتي يقضني إلى حياة القداسة كده ما ينفعش أننا ننفصل عن كلمة الله ده نص مهم جدا بيقول لي نظرة العهد الجديد للعهد القديم النص الثاني لما يقول بوليس وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون ماسوقين من الروح القدس أنا هشرح نص ده بالتفصيل لكن أخذ مدخلة الأخت في ريال وأرجع أكمل مع حضرتكم ألو 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 أهلا وسهلا أخت في ريال أهلا بك أخي أشرب سلام ونعمة المسيح معك أخي العزيز السلام ونعمة وكل سنة وحضرتك طيبة أشكرك الرب يباركك أخي بسأل عجالة لأنه يعني الحلقة الماضية وهذه الحلقة من أسمع بعض المسيحين للأسف الشديد أنه يعتقدون أنه ما لنا علاقة بالكتاب بالأهد القديم فقط للأهد الجديد الحقيقة أنا أشفق عليهم لأنه الكتاب المقدس اسمه الكتاب المقدس من بداية ومن التكوين إلى الرؤية هي كلمة الله الحية الباقي إلى الأبد فأنا لما نأجي إحنا ما عدنا نشكر رب كتابنا ناسخ ومنسوخ كتاب يسخ الآخر يعني إذا رب المجل له كل المجل يسوع المسيحين جيل لغة إصحاق أربعة سبعة عشر هو فمه طهر أخذ سفر إشعية وقرأ من سفر إشعية أنا أقول له للرب يسوع ليش قريت من هذه هذه للجهود ثم الكتاب العاد القديم هو كله يتنبأ من مثل ما ذكرت حضرتك أخ أشرف الجموع الماضي من التكوين إلى الرؤية أنا المسيح له كل المجل يعني في إشعية تسعة ستة تنبأ عن ولادة المسيح إشعية سبعة أربعة عشر ولكن يعطيكم السيد نفسه آية أيضا عن ولادة المسيح له كل المجل من عذراء واسمه عمانويل في إصحاح تلاتة وعشرين عفواً تلاتة وخمسين إشعية عدد أربعة تنبأ عن صلب المسيح وأخ أشرف فيما أنا سمعته من رباي يعني معلمين يهود جاءوا إلى الرب يسوع المسيح وآمنوا من خلال هذا الإصحاح في إشعية ثلاتة وخمسين عدد أربعة عن صلب المسيح إذا ميخا تنبأ في خمسة إصحاح خمسة عدد اثنين عن ولادة يسوع المسيح في بيت لحظ وإذا راح نحكي على التنبؤات ما راح نخلص البرنامج كنه والربي يباركك شكراً لك يا رجال لا تقلطون الأمور وخاصة هست في هذه الآونة بديت المسكيبسون الكتاب المقدس أو الإيمان المسيحي بعد هذه الأحداث أحداث الحرب بين إسرائيل مع غزة فكتابنا هو كتاب واحد يأما نؤمن بينه ككون وإما لا نؤمن بينه نحن لا نأخذ نصف نترك نصف آخر وفعلاً أشرف مثل ما ذكرت هو صعب بعض الأمور يعني أنا من الناس أقرأ أو كثير أشياء ما أفهمها وبي أسأل التواريخ وواحد ما يذكره كله لكن نتعلم نتعلم من الخدام الرب يباركك نتعلم من الكتب التفاصيل الكتب ونتعلم نتعلم من الرب هو والرب يفتح قلوبنا شكراً أخي أشرف كل عام وحضرتك كل عام وحضرتك خير شكراً أختي فرياء الرب يباركك دايماً بنسعد بمداخلتك والإضافة اللي أنت بتوضي فيها دايماً للبرنامج الرب يبارك حياتك فالعهد القديم هو لم يكتب زي ما هنا بيقول لأنه لم تأتن به وقت بمشيئة إنسان يعني اللي مكتوب لم يأتي بمشيئة إنسان مش لأنه داود حب يكتب فكتب لا 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 لأن الروح القدس أراد لداود أن يكتب فالروح القدس هو الذي قاد داود وعش كده ربي سعى عندما تكلم عن داود كما قال داود بالروح القدس وهنا كمان يقول بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس وكلمة مسوقين اللي يدرسها يعرف إنها كلمة تحمل أو تشير إلى شيء محمول يعني زي ما تجيب حتة خشبة وترميها في مجرى مياه فتجد إنه الخشبة محمولة من المياه ومشية هكذا كان رجال الله القدسين في العهد القديم وهم يكتبون يكتبون بإرشاد الروح القدس طيب إن شاء الله يبقى لنا حلقة زي ما الأخت في ريال ذكرت آه أن في أجزاء صعبة أنا لا أنكر العهد القديم مليان أجزاء مكتوبة بالشعرن مكتوبة قصة مكتوب بتواريخ في أجزاء تاريخية كثيرة كيف لنا أن إحنا كمؤمنين نقدر نفهم نقدر نفهم وعلى فكرة أنا دايما أقول إعبارة فيه مثل إنجليزي بيقول إنه من يحتطب يستدفق مرتين يعني الشخص اللي بيطلع الغابة وياخد الفاس معاه أو اللي بيقطع بيها الخشب ويطلع يكسر الخشب بره البلطة يعني ياخد البلطة ويطلع يكسر الخشب بره بيستدفق مرتين وده كل دارس لكلمة الله كل دارس لكلمة الله بياخد بركات مضعفة ليه لأنه تعب ودرس وحاول يفهم والنهارده نشكر ربنا الانترنت مليان جود ويبسايد يعني جود أماكن كثيرة نقدر ندرس فيها كلمة الله ونقدر نطلع ونفهم كان أصدق إيه طب الموضوع ده بيكلم عنه إزاي محتاج مننا بس إن إحنا نتعب شوية ويا بخت يا بخت من يتعب وهو بيدرس كلمة الله يا بخت كويس طيب أجي إلى نقطة أخرى مهمة جدا وهي اقتباسات العهد الجديد من العهد القديم ما شفنا أنه العهد الجديد بيشهد على أنه العهد القديم هو كلمة الله الموحى بها كويس واللي كتبها أناس الله القدسين ماسوقين من الروح القدس طيب من أهمية العهد القديم أن العهد الجديد يقتبس كثيرا جدا من العهد القديم اقتباسات كثيرة يعني اللي يدرس فينا الموضوع ده طبعا فيه يعني شوية أرقام ممكن نجدها يعني متفوتة ما بين باحث وآخر في الموضوع ده لكن على الأقل الغالبية العظمى بتتفق على أن هناك تقريبا تقريبا ما يقارب 300 اقتباس مباشر أنا لما بقصد اقتباس مباشر يعني نص مباشر معروف أنه نص ده موجود في العهد القديم اتكتب في العهد الجديد كويس اقتباس مباشر يعني زي ما متى مثلا كان يرجع إلى أنه إشعياء وأصحاح 7 وعدد 14 هل عذراء تحبل و 3 ده اقتباس مباشر كما يوجد أيضا اقتباسات غير مباشرة تتجاوز الألف اقتباس أو في التقريب يعني اقتباسات كثيرة غير مباشرة الإشارة إلى الزبائح الإشارة إلى كذا وإشارة إلى سليمان الهيكل كل ده اقتباسات كلها إشارات للعهد القديم عندنا إشارات كثيرة جدا عن نظام العهد الأديم زبائح العهد الأديم ملوك العهد الأديم أحداث العهد القديم شخصيات العهد القديم هناك إشارات كثيرة في العهد الجديد والسؤال هو ليه العهد الجديد بيرجع للعهد القديم لأنها قصة واحدة لأنها إعلان متدرج وكلمة متدرج في الإيمان المسيحي ليست معناها ناسخ ومنسوخ بل معناها اكتمال الله بعدما كلم الأباء قديما بأنواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فهناك تدرج في الإعلان الإلهي دي نقطة مهمة جدا عارفيننا كان ليه مدرس بيدرسنا عهد قديم وواحد يعتبر من العلماء يعني المعروفين بكتابتهم الغذيرة وبعلمه فسؤل ليه اليهود يعني علاقتهم بالعهد القديم قوية جدا يعني للدرجة أنه ممكن يعد الكلمات ممكن يعد الحروف لسفر من الأصفار فقال لي عبارة مهمة قال لي اليهودي لما بيبص للعهد القديم مش بيبص لي على إنه كتاب أمال بيبص لي على إنه إيه؟ بيبص لي على إنه خطاب حب love letter مبعوط من الله ليهم لما يجي لخطاب من المحبوبة كده أنت مش بتقرأي كلام ده أنت بتقرأ مرة واثنين وثلاثة وتقف وتتأمل في كلمات المكتوبة وإسلوبها والتعبير والمجاز والإشارات المكنية أنت بتاخد المكتوب على إنه love letter خطاب حب اليهودي بيعتبر كلمة الله كده وإحنا كمسيحيين مفروض يكون عندنا هذا الفهم حتى لو فيه أجزاء صعبة ليه ما بزلش مجهودي أن أنا أحاول أفهم والنهاردة بزر يعني بدوس بدوس على السيلفون أو الإنترنت أقدر أجيب المعلومة وأقدر أدرسها وأفهمها طيب نيجي إلى سؤال آخر ليه بقى يجب علينا أن نقرأ العهد القديم أنا عايز أحفزك النهاردة وأحفزك النهاردة على نقرأ العهد القديم ليه يجب علينا أن نقرأ العهد القديم هذكر عدة أسباب عدة أسباب أنا عارف ممكن يكون فيه أسباب أخرى في فكرة حضراتكم لكن هذكر عدة أسباب مهمة جدا لينا نحن ندرس ونقرأ العهد القديم أول حاجة الكتاب المقدس يكتمل يكتمل بوجود العهدين معا كتاب المقدس يكتمل بوجود العهدين معا العهد القديم والعهد الجديد معا إزاي أقولك إزاي كتاب المقدس هو قصة قصة البطل فيها الأساسي هو شخص الله وهذه القصة لها بداية ولها نهاية لها بداية ولها نهاية وأنا كمؤمن ينبغي علي أن أنا أفهم البداية لأنها تساعدني أن أنا أفهم النهاية مفيش واحد فينا لما بيفتح كتاب مثلا بيقرأ قصة لنجيب محفوظ أو لأي كاتب من الكتاب المشاهير لما يقرأ له قصة يروح يقرأ مثلا آخر قصة يقرأ آخر فصلين من القصة طيب أنت ما أريدش الأولاني ليه يقول لك لأ أصله أنا ما همنيش الأولاني أن يهمني بس اللي حصل في النهاية طيب أنت اللي حصل في النهاية ممكن أوقات كتيرة مش هتفهمه كاملا إلا إذا أريد اللي حصل في البداية ده دابل ببساطة فالكتاب مؤدس بيكتمل معا هي قصة واحدة يعني مثلا أديكم بعض الأمثال لمعرف في أصحاح واحد من سفر التكوين أنه خلق الله خلق السماوات والأرض ده البداية الخليقة بس للأسف الخليقة دي سقطت أصحاح ثلاثة بيكلمني عن السقوط بيكلمني عن أنه إزاي الإنسان أخطأ وإزاي الإنسان عصر رب وإزاي أن الخليقة كلها تأن وإزاي بعد السقوط بدأ القتل والألم والمعاناة للإنسان دي بداية القصة بداية محزنة طب هل القصة دي ليه هنهاية؟ هل الوضع دوا هيتغير في يوم من الأيام؟ أرجع لسفر الرؤية واجد أنه سفر الرؤية بيكلمني عن سماء جديدة وأرض جديدة بيكلمني عن سكن الله مع الإنسان انفصال الإنسان الأول بسبب الخطية في التكوين لكن بنرجع إلى النهاية أن الله يسكن مع الإنسان سماء جديدة وأرض جديدة فأصحح ثلاثة من سفر التكوين بيكلم عن اللعنة أول مرة تذكر كلمة لعنة ملعون الأرض سابق وتبدأ كلمة اللعنة تذكر في سفر الرؤية أصحح 22 وعدد ثلاثة أنه لا يكون هناك لعنة يعني لو رجعت إلى إلى سفر الرؤية أنا أمكن مش موجود على الباور بوينت لكن مهم أن أنا أقرأ لحضراتكم النص ده لأنه بفهمنا بفهمنا أنه زي الكتاب المؤدس قصة مكتملة معا في سفر الرؤية أصحح 22 وفي عدد ثلاثة يقول ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه وهم ينظرون وجهه وإسمه على جباههم ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى السراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى آبد الآبدين إيه ده ده سورة معاكسة ليه سفر التكوين أصحح ثلاثة ليه لأن دي نهاية القصة يبقى أنا مهم أن أفهم بداية القصة ومهم أن أعرف نهاية القصة العهد الجديد لم يكتب ليحل مكان العهد القديم أبدا ولا عمرها حصلت كويس؟ من بدء الكنيسة العهد الجديد ما كتبش بالروح الكدس لكي ما يحل مكان العهد القديم أو يستنسخ العهد القديم بل مكملا مكملا للعهد القديم دكتور فهيم عزيز كان أستاذ العهد الجديد كان عنده دايما عبارة يقولها أنه العهد الجديد لم يأتي بجديد إيه دا؟ العهد الجديد لم يأتي بجديد أمال إيه؟ العهد الجديد هو تحقيق ما وعد به الرب في العهد القديم هو اكتمال ما وعيد الله واكتمال إعلان الله بمجيء المسايا مهم جدا أن أنا أقرأ العهد القديم لأنه الكتاب المؤدس مش بس العهد الجديد يعني لكن الكتاب المؤدس العهد الجديد والعهد القديم معه طيب حلو أن أنت تبدأ بالعهد الجديد ما فيش مشكلة بس ما تقفش هنا تقفش هنا هل يوجد سبب آخر؟ بكل تأكيد يوجد سبب آخر ومهم العهد القديم بيقدم حقائق مهمة جدا عن الله والإنسان لن نتمكن من معرفة الله معرفة حققية بدون العهد القديم إيه دا؟ يعني أنا لو قريت العهد الجديد بس هيبقى أنا أسني حاجة في فهمي لمين هو الله ومين هو الإنسان طبعا طبعا بكل بساطة كلنا نهاردة بنسأل مين هو الله؟ مين هو الله؟ ولما أكلم عن شخص الرب أنا أكلم عن الله الإله الحقيقي يهو مين هو؟ ومش ممكن أقدر أعرف مين هو يهو إلا من خلال إعلان الرب نفسه عن نفسه من خلال إعلانات مباشرة كلامه عن نفسه إعلانه لصفاته وأعماله أيضا في التاريخ أعماله خلق خلق خلقه من العدم ده هو الحقيقة بيقدمها لسفر التكوين عن الله إن الله هو الخالق حياة مهمة وبدون إدراكنا لحقيقة كون الله الخالق يبقى عندنا مشكلة في معرفتنا لله ده نقطة البداية طيب وبعدين أروح لسفر الخروج سفر الخروج بيكلم عن الله الفادي المخلص الله الفادي المخلص الله اللي بيهتم بخلاص الإنسان الله اللي لما الشعب صرخ إليه في العبودية خرجه الله اللي حق ما وعيده لشعبه الإله الذي يخلص ده في العهد القديم سفر لويين سفر لويين بيكلمني عن الله الذي يقدس مش بس بيخلص لكنه يقدس البعض كان دايما يسأل هو بالنسبة لليهودي ليه ربنا ما بدأش بسفر الخروج لأنه سفر الخروج يعتبر هو ولادة الأمة اليهودية لكن ليه ربنا من خلال إعلان مباشر اتكلم في أول سفر التكوين عن الخلق ليه ما بدأش الكتاب المؤدس اليهودي ب خروج الشعب من أرض مصر لأنه رب أراد أن يوضح حقيقة مهمة جدا لشعبه الذي فدا أنه رب الذي يخلص هو هو الرب الخالق خالق السماوات والأرض هو هو الذي أتى لكي ما يخلص الإنسان أين أعلن الله عن صفاته فين فين الآية اللي فيها بنجد أنه رب بيكلم مباشرة عن نفسه وعن صفاته عارفين الآية دي موجودة فين موجودة في سفر الخروج أصحاح 34 وفي عدد 6 من أهم الآيات اللي لم أي حد بيدرس فينا عن صفات الله وعن طبيعة الرب يرجع للناس ده خروج 34 وعدد 6 وعدد 7 شوفوا يقول كده فاكتاز الرب قدامه ونادى الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى إلوف غافر الإثم والمعصية والخطية إذا مين اللي بتكلم هنا الرب الرب بتكلم عن شخصه بتكلم عن صفاته رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان غافر الإثم والخطية أنا لو مقردش ده في العهد القديم يبقى أنا معرفتي عن ربنا نقصها نقصها مهم جدا نعرفها كويس فأنا عشان كده بقرأ العهد القديم زي ما قلت الحضر هنرى العهد القديم كويس لأن القصة تكتمل معا بالعهدين القديم والجديد نقرأ العهد القديم لأن العهد القديم بيضيف إلى معرفتي عن الله مين هو مين هو وبيضيف إلى معرفتي عن الإنسان العهد الجديد ما كلمنيش عن خلق الإنسان ما ليش كيف خلق الإنسان وما كلمنيش عن مشكلة الإنسان كلمني عن الحل الإلهي لمشكلة الإنسان لكن ما كلمنيش عن مشكلة الإنسان طب إزاي أنا أفهم إنه الإنسان عنده مشكلة لما رجع لسفر التكوين كلنا النهاردة بنبص للإنسان كإنسان وإنه إيه المشكلة في الإنسان في حاجة غلط فيه في حاجة غلط بصوا للعالم بصوا للبلاد اللي حواليك بصوا للمدينة اللي أنت عايش فيها اقرى الجرايد وصفحة الحوادث مثلا إيه المشكلة في الإنسان إزاي الإنسان ده وحش للدرجات إزاي عشان أجاوب على السؤال ده لازم أرجع لي سفر التكوين وزي ما قلت المرأة اللي فاتت عشان كمان أقدر أفهم الزواج وعلاقة الرجل بالمرأة لازم أرجع لسفر التكوين علشان أقدر أفهم إنه هناك جنسين بس زاكر وأنسة وما فيش أجناس أخرى أو يعني ما يطلق عليه جي بي آي كيو مش عارفه كل النهاردة الجندرز مشكلة نوعية الجنس هل زاكر ولا أنسة ولا زاكر وأنسة ولا لا هو زاكر ولا هو أنسة يعني العالم الغرب النهاردة تجنن تجنن إحنا عايشين في مجتمع تجنن المجتمع يعني وصل به الهلوسة لهادة درجة إنه ما يعرفش يجاوب على من هي المرأة يعني يعني إحنا وصلنا إلى درجات من الشر والخطية كبيرة نفهمها منين دي إيه الأساس المسيحي اللي نرجع له نرجع لكلمة الله نرجع لعهد القديم نرجع لخلق الإنسان نرجع إنه خلقهما ذكراً وأنسة حتى موضوع الطلاق الرب يسوع رجع إلى سفر التكوين عشان يقدم فيه إجابة واضحة لأنه من البدء خلقهما ذكراً وأنسة من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامراته ويكون الإسنان جسداً واحداً وما جمعه الله لا يفرقه إنسان ده مهم لأساس إيماننا والفهمنا فالعهد القديم مهم جداً إنه يفهمنا الحقائق دي عن الله وعن الإنسان أخذ إلى سبب ثالث العهد القديم بيقدم لي الخلفية التاريخية التي خرجت منها المسيحية المسيحية لم تخرج من فراغ الإيمان المسيحي ولد في بيئة يهودية في بيئة العهد القديم الإيمان المسيحي هو تحقيق لنبوات العهد القديم مش كده مهم ليا إن أنا أقرأ العهد القديم عارفين لما بنرجع للعهد الجديد هارجع إلى نصين يعني جوم كده في بالي هاخد استفانوس عارفين استفانوس شهيد الأول المسيحية في أصحاح سبعة من أعمال الرسل استفانوس وهو بيكلم عن إيمانه بيكلم عن إيمانه عمل إيه؟ أكيد أكيد حضراتكم عارفين لخص العهد القديم كله يعني يعني لم العهد القديم كله في وعزته في عهود الله ومعاملات الله وخروج الشعب من مصر والوعد بالمسيح و و و قعد يرس أحداث العهد القديم كويس؟ حتى ما وصل للمسيح ده ده في العهد الجديد ده استفانوس اللي لما قدم العزة دي اغتازه أكتر ورجموه عزته كلها هي تلخيص للعهد القديم ووصل إلى مجيء المسيح تاب بوليس في أعمال 13 أيضا نفس الحكاية عملها نفس الحكاية شكده بنقول أنه العهد الجديد هو اكتمال اكتمال إعلان الله اكتمال تحقيق موعيد الله في شخص يسوع المسيح وأنا كمؤمن محتاج أن أفهم وأعرف فالعهد القديم بيقدم ليه الخلفية حتى فهم ليه زبايح ليه المسيح كان ينبغي أن يموت حمل الله الذي يرفع خطية العالم عشان في العهد القديم ياريت 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 يكون عالمنا العرب في دارسين متعمقين في العهد القديم ده بركة الكنيسة ده بركة المؤمنين يعني ياما ياما بحاول أشجع حتى زملاء ليه أنه عالمنا العربي مفهوش دارسين يعني زو وزني كبير من حيث الدراسة والأكاديمية العهد القديم ولا حتى للأسف العهد الجديد يعني واحد يتمنى وياريت ياريت الإخوة العابرين اللي بيسمعون أنه حدي ربنا يحط على قلبه أنه يدرس كلمة الله ويتعمق فيها من ناحية المعرفة من ناحية الأكاديمية ويبقى دارس للكلمة معلم معلم زي ما احنا بنحتاج للوعز بنحتاج معلمين لكلمة ربنا طيب السبب الرابع العهد القديم بيقدم لنا كل ما نحتاج أن نعرفه عن شخص وعمل الرب يسوع المسيح كل ما احتاج أن أعرفه العهد القديم عمل أساس أساس مهم جدا لمجيء المسيح كلمني عن هيجي من أنهي نسل وهيجي من أنهي بيت بيت داود وهيجي يدخل إلى عالمنا إزاي بميلاده العزراوي وأنه هيتولد في أنهي مدينة في بيت الأحم هيتقلم حياته خدمته كلمت العهد القديم عنها حتى الرب يسوع كان دايما يرجع للعهد القديم وتلاميذ المسيح لما كانوا بيشوفوا حاجة في المسيح كان يقول آه دي تحقيق للعهد القديم يعني يعني العهد القديم مليان كلام عن المسيح عن طبيعته إنسانية واللهوتية عن تجسده عن خدمته عن موته قيامته حتى مجيء التاني حتى مجيء التاني في العهد القديم فمهم لنا إن إحنا نقرأ العهد القديم ونفهم كلمة الله بشكل واضح السبب الرابع أو الخامس سوريا العهد القديم يجتمل على حقائق ومبادئ روحية مهمة لحياتنا وسلوكنا يعني أما أتكلم عن بوليس الرسول وهو بيكلم كنيسة كرونسوس ذكر أحداث في العهد القديم ولوم إنه اللي كتب هنا هذه الأمور قد حدست مثالا لنا حتى لا نكون حتى لا نكون غير مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك يعني الرسول بوليس بيقولهم بيقول كنيسة كرونسوس إنه أنا بس كلكم ما حدث في القديم من تمرد ومن عسيان ومن عدم طاعة لوصايا الله وإزاي الشعب هلك في القديم لأن هذه الأمور حدثت مثالا لنا يقول لنا إنه إحنا لو سلكنا بالطريقة دي هيبقى فيه هناك دينونا إلهية علينا شكده كل ما كتب كتبها من أجل تعليمنا أتعلم أنا لما أرى مثلا عن تمرد شعب إسرائيل في العهد القديم أقدر أقول وصلي واطلب من الرب إنه يحميني حتى لا أقع في نفس الخطيئة لما أرى لما أرى عن داود وحياته حياة الإيمان بتاعته أقدرت له من رب إنه ديني إيمان ولما أرى عن سقوطه أخذ بالي إنه هناك عرضة وتجربة ممكن أجرى فيها وتعلم من داود حتى لا أسقط في نفس التجربة هناك مبادئ كثيرة نريد أن تعلمها سلوكيا عاش كده لما بوليس قال قال إنه نافع للتعليم وال تهزيم سابع السادس العهد القديم هو الأساس لكل النبوات الكتابية أعرف إزاي النبوات الكتابية أدرسها لما أدرس النبوات ما ينفعش أروح ل سفر الرؤية عشان أدرس النبوات لازم أرجع للعهد القديم لأنه العهد القديم هو الأساس لفهم النبوات يعني دايما حتى في دراستنا لسفر الرؤية ما ينفعش تدرس سفر الرؤية منفصلا عن دانيال يعني دايما حتى في الجامعات الأكديمية يدرسوا الاثنين مع بعض مع بعض معنى وده عهد قديم وده عهد جديد بس يقولك عشان تقدر تفهم الأحداث في سفر الرؤية لازم تفهم الأول الأساس ونبوات دانيال وكيف تحدث دانيال عن هذه الأمور النبوات في العهد القديم ما فيش حد أبدا هيدرس عن مجيء المسيح التاني منفصلا عن العهد القديم ما فيش عشان تدرس النبوات لازم ترجع للعهد القديم ولازم تفهم نبوات العهد القديم وازاي تفهم هذه النبوات والأصفار اللي اتكلمت والمواضع الكثيرة التي ذكر فيها نبوات كثيرة جدا مهم جداً لنا كمؤمنين إن إحنا نفهمها عشان كده أرجع للعهد القديم وأرى الأسباب اللي أنا بقولها دي أتمنى أنها تكون يعني محفزة لنا كلنا إن إحنا فعلاً لا نهمل حتى لو في أجزاء صعبة اقراها بس تيجي أجزاء أخرى معزية وسهلة تقدر تقراها السابع والأخير العهد القديم هو أنفاس الله طب هل ينبغي أن أنا أترك أنفاس الله وأحملها هو موحى به من الله ونافع للمؤمنين يبقى ما ينفعش ما ينفعش يبقى لازم أغير فكري عن العهد القديم وأبدأ أقرأ في العهد القديم أبدأ أقرأ في العهد القديم طيب أجي إلى سؤال مهم وإحنا بنتكلم عن العهد القديم هل المسيح ملتزم؟ يبقى المسيح ملتزم بإراءة العهد القديم ودراسته كويس؟ ودراسته وطاعة أمر الله هناك وصايا كثيرة لكن هيا إلى سؤال متخصص شوية هل المسيح ملتزم بنموس موسى؟ النموس المساوي اللي بتكون من ستمية وثلاثتاشر وصية هل أنا كمسيحي في العهد الجديد ملتزم بتطبيق نموس موسى؟ الإجابة لأ الإجابة لأ لسنا تحت النموس لسنا تحت النموس أنا مش ملتزم أنا مش ملتزم إني أقدم زبايح زي اليهود أنا مش ملتزم إني أحج ثلاث مرات أنا مش ملتزم إني أختة وأخت ولادي أنا مش ملتزم بحفظ السبت أنا مش ملتزم بحفظ الشهور والأعياد والمواسم والتطهيرات والكؤوس أنا مش ملتزم كويس؟ المسيحي غير ملتزم لأنه لست تحت النموس طب إزاي تعامل مع النموس؟ كيف أتعامل معها؟ هل أهمله؟ هل ما أرهوش؟ هل ما اعتبرهوش جزء من كلمة الله؟ لا طبعاً يمكن اللي هقوله ده يعني متأسس على فكر لهوتي أكتر من أنه متأسس على كلمة ربنا لما أتكلم عن النموس النموس المساوي بيتكون من ثلاث أجزاء اللي هما ستمية وثلاثة وصية بيشملوا ثلاث أمور مهمة مهم اللي إنا كما قلنين نحن نفهم كده كويس؟ النموس المساوي فيه ثلاث أقسام فيه جزء أخلاقي أخلاقي فيه جزء تقصي وفيه جزء مدني كويس؟ فلما يجي مثلاً ليه النموس الأخلاقي لا تزني أخلاقياً أنا ملتزم بيها ده العهد الجديد يعني بيشد على هذه النقطة أكتر والمسيح وصل إلى بعد أعمق من مجرد الزنا فعل الزنا الجسدي ده المسيح وصل إلى أنه ما نظر إلى امرأة ليشتهيها فمثلاً دي وصية أخلاقية هل أنا ملتزم بيها في العهد الجديد؟ نعم لأن المبادئ الأخلاقية لا تتغير لا تشتهي مالي قريبك أنا ملتزم بيها بل أحب قريبي مثل نفسي لا تشتهي امرأة قريبك أنا ملتزم بيها لا يكن لك آلهة أخرى أمامي أنا ملتزم بيها لا تصنع لك تمثالاً منحوطاً مما في السماء ومن على الأرض أنا ملتزم بيها اكرم أبوك وأمك أنا ملتزم بيها حفظ السبت العهد الجديد الأحد أول أيام الأسبوع أنا أيضاً مفروض أن أم ملتزم بيها هذه الوصايا الأخلاقية مهم جداً الله لا يتغير في مبادئه وفي قداسته وأنا كمؤمن مسيحي ملتزم بهذه المبادئ زي ما العهد الجديد بيعلمني أيضاً عنها وبيشد عليها بشدة ووصلها إلى أبعاد كثيرة أعمق ولوما تقرى أو لما نقرى المعايزة على الجبل نعرف أنه قيلة أما أنا فأقول لكم يعني رب يسوع ملغاش لكنه وصلها إلى العمق بتاعها يعني لا تبغد لا تقتل رب يسوع قالك أنه سبب القتل هو البغضة والكراهية فقالك لا تقرى ولا تبغد لا تزني مش الزنة الفعلة لكن الزنة القلب بيقود للفعل فدي مبادئ أخلاقية لما أرى العهد القديم أنا كمسيحي ملتزم بيها لأن مبادئ الله الأخلاقية لا تتغير أجي الجزء آخر النموس التقصي يعني النموس التقصي يكفي أنك تقرأ سفر لويين زبيحة الإسم زبيحة الخطيئة زبيحة المحراقة ماذا إيه اللي تعمله للتطهير المرأة الحائد المرأة إلا ما تولد دي دي كلها تقصية كل هذه التقوص والذبائح قد اكتملت وتمت في المسيح وأنا غير ملتزم غير ملتزم كمسيحي أني أقدم أي من هذه الزبائح لأنه المسيح هو الزبيح الأعظم اللي مات على الصليب لكما يكفر عن خطيئنا وعملها مرة واحدة وانتهى الموضوع فأنا غير ملتزم غير ملتزم نهائي بهذه الوصاية لكن أراها عشان أفهم ولما أفهم أقدر أفهم أبعاد أقدر أفهم أبعاد موت المسيح ولماذا مات المسيح ولماذا المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم وإزاي المسيح هو حمل الله وإزاي المسيح هو يرفع خطيئة العالم أقدر أفهمها لما أرجع إلى سفر اللويين وأقدر أدرس عن الزبائح واضح الفكرة اللي عايز أقولها إنه مهم جداً لنا إحنا كمؤمنين إن إحنا حتى لو إحنا مش ملتزمين لسنا تحت النموس التقصي لكن إحنا ملتزمين بمعرفة إعلانات الله في القديم وكيف تمت واكتملت في المسيح يسوع لم آتي لأنقد بل لأتمم أكمل يتحقق فيه كل ما قيله النموس فأنا من ناحية النموس الأخلاقي أنا ملتزم ملتزم جداً من ناحية النموس التقصي أنا غير ملتزم لأن المسيح قد تمم كل الفداء والخلاص والكفارة لحياتي ولكل من يؤمن طيب في جزء ثالث زي ما قلنا النموس المدني يعني إيه النموس المدني؟ يعني لو أنا عندي ثور أو ثور يعني والثور ده أنا عارف أنه نطح بينطح وفي مرة نطح حد وموته فأنا ملتزم بكذا وكذا وكذا طيب أنا لو عندي ثور وأنا مش عارف أنه بينطح حد ونطح حد وعوره أنا برضو ملتزم بكذا وكذا طيب أنا لما أجي أبني بيت والبيت ده يكون عالي وعنده سقف فأعمل إيه؟ لازم أبني سور عشان محد الشؤاع من البيت بتاعي النموس المدني إلى حد ما موجود في كل بلد بطريقة مختلفة وأنا كمسيحي ملتزم بقوانين البلد اللي أنا فيها يعني كأمريكا مثلا ممنوع أنك تسوق بدون أن يكون عندك insurance تأمين وإيه؟ فيه تأمين شامل يشملك أنت ويشمل الآخر فلو بعد الشر عملت حدثة التأمين هيغطي الآخر اللي أنت أصبته ويغطي أيضا عربيتك اللي أنت أصبته فيه تأمين بيسموه minimum minimum liability اللي هو تأمين لازم يغطي الآخر مش ممكن تسوق في أمريكا إلا لما يكون عندك تأمين يغطي الآخر أنت عربيتك بازت مش مشكلة سألاحظ ما أنت عايز بس على الأقل تأمينك متكفل بأنه يغطي العربية الأخرى ده موجود ده مبدأ على فكرة من العهد الأديم ده النموس المدني أنه لو أنت أصبت حد بتعود عنه بكذا لو أنت أضريت حد بتعود عنه بكذا واضح فكل بلد كل بلد صار فيها القانون المدني اللي أنا كمؤمن مطالب بتاعته مطالب بتاعته مطالب بتاعته عشان كده أجي إلى التلخيص أنا مطالب أن أنا أقرأ كلمة الله العهد القديم والعهد القديم جزء أصيل من كلمة الرب لكن أنا علاقتي مع النموس هي كالتالي الأخص أن كل الوصايا الأخلاقية أنا مطالب أن أطيعها كل الوصايا التقصية قد تمت في المسيح الوصايا المدنية اللي فيه كلها متروكة للبلد اللي أنا عايش فيها أطيعها وأطيع قوانينها كلمة الله كل الكتاب موحى به من الله كل الكتاب من التكوين للرؤية كل الكتاب كل كلمة فيه إلى أن تزول السماوات والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من المكتوب نكمل مع بعض في حلقات أخرى فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر